اشتركوا في القناة ونشوف الاول الخيط اللي احنا هنبدأ به عدد الغرز اللي هو الخيط القصير دايما بيبقى موجود معايا في اليد الشمال او ناحية اليد الشمال يعني طيب انا هحدد الطول ده ازاي طبعا احنا عارفين الطريقة احنا بنجيب الابرة ونلف الخيط بعدد الغرز اللي انا هبدأ به علشان اعرف الطول المناسب لنا هسيبه خلاص يبقى الطرف القصير دايما بيكون ناحية ايدي الشمال والطرف الطويل للخيط بيكون ناحية ايدي اليمين خلاص يبقى انتم كده عارفتم وضع الخيط هجيب الابرة بعد كده اه وامسكها في ايدي الشمال وابرة تانية همسكها في ايدي اليمين طيب الخيط هيكون اه الوضع ازاي بالنسبة للابرة هدخل الابرة الشمال تحت الخيط بالشكل ده مرة تانية هندخل الإبرة تحت الخيط وبعد كده بلقيت طبعاً اليمين اللي فيها الخيط الطويل هبدأ وأشتغل الغرز طب هشتغلها إزاي؟ ناخد بالنا كويس قوي من الطريقة أجيب الإبرة اليمين وأدخلها فيه اللفة اللي هي أو الغرزة اللي على الإبرة الشمال وأشتغل أكني بالضبط بأشتغل غرزة عيدل من اللفة الخلفية وأسحب ويبقى دي أول غرزة بنشد طبعاً الخيط اللي هو القصير مرة تانية هندخل الإبرة الشمال تحت الخيط بالشكل ده وبالإبرة اليمين هنشتغل غرزة عيدل من اللفة الخلفية ونشد الطرف القصية للخيط يبقى هي دي الطريقة لبداية أي غرز تريكو طريقة سهلة خالص إن شاء الله يعني تنفذوها وتتبسطوا قوي من الطريقة هكملوا لغاية ما توصلوا بالعدد المطلوب اللي أنتوا عايزينه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر آه كده خلاص آآ أنا عملت العدد الغرز اللي أنا عايزاه شايفين هو ده الشكل النهائي شايفين الغرز قد ايه جميلة حلوة قوي طريقة البداية دي بجد آآ طريقة سهلة هتعجبكم إن شاء الله نفذوها وقلوا لي رأيكم أتمنى إن يكون الفيديو واضح وينال إعجابكم ياريت لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك واللسه ما شاركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا لكل جديد أنا بشكر كل من شاهد الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته